القاعدة الثالثة ومنهم من يجعلها مع القاعدة الثالية وإنما صرت مع أهل العلم الذين فصلوا بينهما من باب التيشير في الفهم والتسهيل وهي قاعدة دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما أو دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما أو دفع أعلى الضررين بارتكاب أخفهما أو دفع أعظم الشرين بارتكاب أخفهما عبارات كثيرة وعديدة مترددة ومترددة في كتب أهل العلم لنعيش الآن مع العز والعز في كتابه قواعد الأحكام يكون قد أشبع هذه المسائل بحثا فهو يركز على مقاصد الشريعة في هذا الكتاب لذا استقى الشاطبي منه في كتابه الموافقات ونقل كلاما طويلا وأحيانا يعزو وأحيانا لا يعزو ولكن الشاهد أنه هنا ذكر هذه القواعد وإن كان قد وجدت أيضا من كلام أهل العلم مثل الغزالي في المصطفى ووجدت من الباحثين من قال أن الجويني هو أول أو من أوائر الشافعية الذين تكلموا في مسألة مقاصد الشريعة في بحثا يطول ولكن هنا نحن مع العذر من عبد السلام في كلامه في كتابه قواعد الأحكام في الجزء الأول صفحة 130 قال إذا اجتمعت المفاسد المحضة إذا اجتمعت المفاسد المحضة ما معنى المفاسد المحضة المفاسد التي ليس فيها أي نوع مصلحة مفسد محضة قال إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درعها ضرعناها فإن أمكن درعها ضرعناها ضرع ماذا المفسد وإن تعذر درع الجميع ضرعنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل إذا انظروا إخواني في الله إلى هذه القاعدة وهي تلتقي مع القاعدة السابقة ولكن بصورة معاكسة فالأولى فالأولى تتكلم عن اجتماع المصالح وهنا يتكلم عن اجتماع المفاسد إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درعها ضرعناها إذا الأصل أن ندفع جميع المفاسد وإن تعذر ضرع الجميع ولكن قد يعجز الإنسان أن يدفع وأن يتخلص من جميع المفاسد فهنا ليس له إلا أن يبتعد عن أعظم المفاسدين ولكن سوف يرتكب أدناهما فبالتالي هذا أمر لا حرج فيه والإسم مرفوع عنه وهذا يلتقي مع أن الضرر أزال ولكنه لم يستطع أن نزيله كليا إلا بارتكاب أخف الضررين بارتكاب أخف الضررين فإذا عندنا الأصل أننا نتخلص من جميع الضرر ولكن عند التزاحم لا بد أن تقع إحدى المفتدتين أو يقع أحد الضررين فعندها لا بد أن نرتكد أخف الشرين وأخف الضررين وأن نقع في أخف المفتدتين هذه هي الشريعة وهذا هو الدين لذا قال ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين في الجزء الخامس صفح 230 إلى 231 قال وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات أدناهما هذه القاعدة السابقة قال ودفع أعلى المصلحتين وإن وقع أدناهما ودفع أعلى المصلحتين وإن وقع أدناهما حقيقة هذه القاعدة عليها أدلة كثيرة من شرع الله عز وجل ولكننا نكتفي بدليل واحد وهو ما رواه البخاري في صحيحه رقم 1586 ومسلم رقم 1333 بعد 401 واللغض له أي اللغض لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فأزقتها بالأرض واجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا قربيا وددت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة ملخص الحديث أنه عندما هدمت الكعبة في الجاهلية بسبب سيل أصاب الكعبة فتعهد وتعهدت كل قبيلة أن تبني جزءا من الكعبة من جهة فقصرت النفق لقوم فلم يتم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم فهنا عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ودخل من دخل في دين الله عز وجل أفواجا طال لعائشة أم المؤمنين يا عائشة لولا أن قومك حديث وأهد من الشرك أي هؤلاء الذين دخلوا بالإسلام ليس لهم وقت طويل قد دخلوا فيه في الإسلام فهم حديث عهد بكفر فلولا حالهم هذا لهدمت الكعبة لما يريد أن يهدمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبنى على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى تبنى البناء الكامل الذي كان في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا الباب المرتفع ليس هو الباب الشرعي لأزغطها بالأرض واجعلت لها آبابين بابا شرقيا وبابا غربيا باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه ولكن لما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بسبب أنهم حديث عهد لشرق لشرق ماذا ارتداد الناس عن دين الله عز وجل لأنهم حديث عهد بإسلام وحديث عهد أيضا لشرق فهنا اجتمعت مفصدتان من يذكر لي المفصدتين التي اجتمعت في هذا الحديث فضل مفصدت أو لم هدم الكعبة وبنائها على لا ما هي المفصد الأولى في الأخير إذن هذه المفصد الأولى أن الكعبة مبنية على غير خواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام والمفصد الثانية ارتداد الناس إن هدمت الكعبة نعم ارتداد الناس إذا هدمت الكعبة فحصلت مفصدتان فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه القاعدة ومنه عرفناها فأخذ بأخف الضررين وأخف المفصدتين وأخف الشرين فأضطى الكعبة على ما هي حتى لا يرتد الناس عن دين الله عز وجل وإن تعجب فعندما صنح بالزبير فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعندما فملك الناس والأمير والملك أمير المؤمنين عبد الملك تملك الحكم وكتب له الحجاج كما في صليه مسلم فأمره بسبب جهله بأحكام الشر أن يهدم الكعبة وأن ترجع كما كانت ثم جاء معتمرا أو حاجا وهو يطوف بالبيت وهو يقول لأحد التابعين العلماء قال أرأيت ماذا اخترى الزبير يزعم أنه سمع عائشة أم المؤمنين تقول قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك فذكر الحديث فقال له الحارث لا والله يا أمير المؤمنين فأنا سمعت هذا الحديث أيضا من عائشة فقال يا ليتني سمعته منك فانظر إلى الجهل ماذا يؤدي بصاحبه فالجاهل عدو نفسه علق ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث في كتابه إعلام الموقعين في الجزء الرابع صفحة ثلاثمائة وتسع وثلاثين قال قال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رابع في مكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها هذا متى قبل أن يفتح مكة عليه الصلاة والسلام يرى المنكرات في مكة ولا يستطيع ينكرها أن يغيرها قال بل لما فتح الله مكة إذن الحالة الثانية أنه أكرم النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قوائد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته انظروا ومنعه من ذلك مع قدرته خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكورهم حديث عهد بكفر إذن ننظروا إخواني في الله إلى هذا الكلام العالي الغالي إذن كما أسلفنا فقد اجتمعت المفسدتان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر أن تبقى المفسد الصغرى وهي أن الكعبة ليست مبنية على قواعد إبراهيم حتى لا يسبب المفسد الكبرى وهي ارتداد الناس عن دين الله عز وجل لذا ذكر ابن القيم بعد ذلك بصفحة أو صفحتين في الزر الرابع صفحة ثلاثمائة واربعين بعد صفحة يذكر مثالا عمليا عن شيخه ابن سيني رحمه الله وكيف كان يطبق هذه القاعدة في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فهنا إذا أتيت إلى واحد يدخن فإن غلب على ظنك أنك إذا نعيته عن الدخان سوف يصب الرب والدين وليذ بالله فهنا مفسدتان مفسدت الدخان ومفسدت الكفر بالله فعندها فعندها تغلب بأن يبقى على المفسدة الصغرى وهي الدخان وهذا مع مثال أكبر من ذلك حدث مع شيخ الإسلام ابن تيمية نستمع إلى هذا المثال بعد سماع الأذان إن شاء الله صغير الله 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 أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هيا على الثلاث الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذن مع قصة ذكرها ابن القيم رحمه الله تطبيقا عمليا لهذه القاعدة مع شيخه ابن تيمية رحمه الله فقال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار إذن ابن تيمية رحمه الله كان معايشا بالتتار والذين أتوا إلى بلاد المسلمين وعاثوا فيها الفساد وقتلوا من قتلوا من المسلمين قال مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر إذن هؤلاء التتار ماذا يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي هناك ممن يمشي مع شيخ الإسلام من طلبة العلم الناشئة وهذا حال الناشئة أنهم يتجرؤون أمام المشايخ الشيخ لم ينكر فالأصل أن تعرف أنه ليس الوقت وقت إنكار إن كنت تحسن فيه الظمن بل يتجرؤ بعض الناشئة فيقول الشيخ جبان ولياذ بالله فقال فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه فأنكر ابن تيمي رحمه الله على هذا الذي أنكر على التتار أنهم يشربون الخمر وقلت له ثم علمه شيخ الإسلام وضيّن له وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة إنما حرم الله إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الزرية وأخذ الأموال فدعهم إذن المقصد من تحريم الخمر ما هو لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولكن هنا اختلف الواقع فهؤلاء الذين يشربون الخمر من التتار إذا شربوا الخمر توقفوا عن قتل المسلمين فحصلت المصلحة وهناك مفسدتان مفسدة شرب الخمر ومفسدة قتل المسلمين فالصواب أن تبقى المفسدة الصغرى وهي شرب الخمر وترك المفسدة الكبرى وهيها قتل المسلمين فهذه هي حكمة شيخ الإسلام المتينية إذا نقوان في الله حقيقة تبقى قواعد أيضا فرعية أخرى نأتي بها إن شاء الله في درس لاحق ولكن قد أعلن بعض مشايخنا عن دورة سوف تكون لمدة اسبوعين إن شاء الله في مسجد ضوحية الحج حسن فبناء على تجميع المصالح فنؤجل الدرس إن شاء الله إلى ما بعد انتهاء الدورة وخصوصا أننا إن شاء الله على نية في سفر إلى العمرة إن شاء الله فبعد الرجوع من العمرة تكون أيضا الدورة قد انتهت فآمل أن تجمعوا بين المصلحتين بأن تتابعوا هذا الدرس بعد انفطاعه وفي نفس الوقت تعمل على متابعة هذه الدورة وبما أنه بقي وقت يسير للإقامة فنحاول أن نراجع الدرس إن شاء الله ما معنى قاعدة تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما ما معنى تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما تفضل مصلحتين مصلحتين فإن نأتي بالمصلحة التي هي أعلى نأتي بالمصلحة التي أعلى حقا المصلحتين بداية إذا اجتمعت مصلحتين فإن ما ماذا نأتي بجميع المصالح فإن تفضل فإن تزاحمت فإن تزاحمت بمعنى تعذر الجامع تعذر نعمل بأعلى المصلحتين نعم نعمل بأعلى المصلحتين على حساب تفويته أدناهما من يذكر لنا مثالا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله على هذه القاعدة فضل فإن فقد مثل سلاف الزاين والصادقة إذا إذا أتى وقت سلاف الزاين والصادقة نعم إذا علم من نفسه أنه إذا تصدق على الناس تأخر عن موع سداد الدين فعندها نقول له هنا حصلت المصلحة الصغرى على حساب المصلحة الكبرى فكف عن الصلقة الصفوة إن كانت تمنعك من سدادي الدين مثال آخر من كلام شيخ الإسلام النتينية فضل تصدق تصدق المجاهدين عن المجاهدين المعين إذن هناك جهاد ليس بواجب ولم يتعين على الفرد وإذا أنفق على المجاهدين ضيع أهله وضيع والديه فعندها بسبب هذا التزاحم فإنه يقدم هذه المصلحة الأعظم وهي النفقة على الذرية والوالدين من يشرح لنا قاعدة دفع أعلى المفشدتين بارتكاب أدناهما من يشرح لنا هذه القاعدة فضل إذا اجتمعت المفاسد فالأصل أن نفتعد عنها جميعا نعم لكن إذا تزاحمت المفاسد فنستعد أعلى المفشدتين وبتعليها نعم إذا اجتمعت مفتدتان ولا يمكن إلا أن نفعل واحدة من هذه من هاتين المفتدتين فعندها نرتكب الأخاف ولا شيء علينا من يذكر لنا حديثا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرح لنا مبينا هذه القاعدة من فضل قوله عليه وسلم في حديث عائشة قال عائشة لولا قومة الحديث وعهد الجاهلية لأموت بالكعبة فهد من إلاح الحديث في هذا الحديث دليلا على هذه القاعدة لحيث أن ملاقة نفسدة وهي بقاء البيت على غير قواعد إبراهيم ومفسدة أخرى هي صد الناس الذين قد آمنوا حديثا عن دينهم قد يفتنون فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم المفسدة الصغرى على حساب الكبرى وهي ترك بناء البيت على قواعد إبراهيم خشية أن يرتد الناس عن دينهم محسن فإذن هنا ارتكب أو أبقى الشر هذه المفسدة الصغرى وهي أن يبقى البيت مبنيا على غير قواعد إبراهيم مقابل أن يدفع المفسدة الكبرى وهي ارتداد الناس عن دين الله عز وجل من يذكر لنا قصة شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله مع التتار ومع من يمشي معه وكيف طبق هذه القاعدة فضل لقد هو على طلاب الذي معه على جمعة المفسد يشربون الخم منهو عن النهي لأن يشربون الخم هذه محسدة ولكن إذا درك سرب الخم استغلوا في المسلمين بالدرح فالقاس الله استغلوا هذه محسدة رحمة فإذن تلقت محسدة سرب الخم من أجل دكع محسدة الله كريم أحسن وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر